بسم الله الرحمن الرحيم وما توفق إلا بالله أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم بيزنس شو حلقة النهاردة حلقة مختلفة عن الحلقات السابعة أنتوا عارفين برنامجنا بيزنس شو بيهتم بأخبار الصناعة ورجال الأعمال وكل الموضوعات التي تهم الصناعة برنامجنا النهاردة أو حلقة النهاردة حيكون فيها أكتر من فقرة الفقرة الأولى بنهتم بها بالقضايا المهمة أو التي تهم الزراعة وكمان فقرة خاصة بالعام الهجر الجديد كل عام وحضراتكم بخير قبل طبعا منقل معاكم لفقرات النهاردة يعني عجبني الفترة الأخيرة بعد حلف اليمين للوزارة الجديدة اللي بنبارك لها جميعا وخاصة الفريق كامل الوزير الذي تولى وزارة الصناعة مع وزارة النقل خبرين بصراحة عجبوني جدا جدا لازم جمهورنا يتابعهم ويعرف معنا أول خبر بيقول وده حيهم قطاع كبير جدا من المستثمرين والمصنعين وكان عامل أزمة كبيرة قبل كده بصراحة الفريق كامل الوزير من الوزراء يعني صاحب النشاط كبير جدا أنا يعني بحييه على نشاطه الكبير أول خبر النهاردة بيقول أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية أصدرت بيان بناء على توجهات الفريق كامل الوزير وزير الصناعة والنقل بتعديل وده بالك بقى من الخبر تعديل موعيد العمل في الهيئة الصناعية والموعيد عملوا فترتين السبت معاد ومن الحد للخميس معاد المعاد يوم السبت حيبدأ من التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا أما من يوم الأحد للخميس حيكون من تمانية ونص صباحا حتى الثالثة عصر موعيد مهمة جدا للمستثمرين والمصنعين بتديهم فرصة يخلصوا الإجراءات في الهيئة بتديهم فرصة يستفادوا من خدمات الهيئة بتديهم فرصة يقدموا المشاريع بتاعتهم يعني بصراحة خبر جميل جدا حبينا نعقب عليه الخبر التاني وده خبر يهم ملايين أو أكتر من مليون شاب نهاردة الدولة المصرية وعلى رأسها القيادة السياسية وخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يسعى دائما لدعم الشباب وحل مشكلة البطالة وعمل الشباب طلع القرار وخبر جميل هنقرأ لحضراتكم مليون فرصة عمل بعد قرار تشغيل خمس تلاف وتمنمية مصنع متعسر من 2011 خمس تلاف وتمنمية مصنع متعسر من 2011 نقف شوية مع الخبر ده هنقرأ نقول في جهود كبيرة الدولة بتبزيلها لعجلة الانتاج من خلال دعم الصناعة وعشان كده الدولة المصرية اطلقت مبادرة دعم الصناعة من البنك المركزي المصري بقيمة قديبة يا جماعة ميت مليار جنيه بالاضافة لتوجهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي باعادة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها بكامل طاقتها اللي احنا قلنا خمس تلاف وتمنمية مصنع وتوفير اللازم للمستلزمات الانتاج بالاضافة لتوفير حوالي مليون فرصة عمل للشباب خطوة كويسة جدا للشباب هتفتح مجال عمل لشباب كتير بنشكر فخامة الرئيس والوزير كامل الوزير هنتابع بقى معاكو فقراتنا بعد فاصل صغير ونرجع لكو تاني ورجعنا لكو تاني بعد الفاصل ومعانا اولى فقرات حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن موضوع مهم جدا تهتم بيه الدولة المصرية منذ فترات ولكن في الاونة الاخيرة اهتمت بيه كثيرا على وهو مجال الزراعة هنتكلم في الفقرة دي مع المهندس تامر حماد صاحب شركة البسملة للتوردات الزراعية واللندسكيب اهلا بحلقة بشمهندش اهلا بحلقة منورنا عايزين نسأل بقى حضرتك من وجه نظرك شايفين اهتمام كبير جدا من الدولة المصرية والحكومة المصرية بمجال الزراعة تكلمنا عن النقطة دي وسبب الاهتمام والله هو طبعا سبب الاهتمام بالنسبة للدولة بالنسبة للزراعة لان اقتصاد الدول المتقدمة اصلا ما بيقومش قال على الزراعة انت عندك دولة زي دولة الصين عندها الاقتصاد بتاعها مش قايم على الصناعة قايم على الزراعة 80% زراعة 20% صناعة تمام فالتوجه ده توجه سليم ولازم انه يكون التوجه ده مدعوم كمان ويندع من الدولة على قد ما الدولة تقدر انها تدعم وتدعم يعني حضرتك عايز تقول الاهتمام ناتج ان الزراعة من الاعمدة الرئيسية للدولة المصرية زي الصناعة زي السياحة بل تكد تكون يعني العامل الاساسي اصلا في المنظومة كلها اللي هو العامل الزراعي طيب ده يخلينا بقى نبدأ يعني اهم حاجة في هذه المنظومة الفلاح كلمنا عن الفلاح واهم بقى المشاكل اللي بتقابله وخاصة منطقة وسط الدلتة المحافظات يعني كلمنا عن الجزئة دي يا بشو أنت هو بالنسبة للفلاح هو بيبقى محتاج بعض الحاجات اللي هي تكون يعني اتيصة للأمور بتاعته يعني زي مثلا الاسمدة المبيدات الارشاد الزراعي اللي هو يقدر يوصف له ايه الوضع بالزبط الفلاح هو اموان بيمشي يعني بيجري مثلا يعني لقم تعيشه فمحتاج ان حد يرشده حد يديله مثلا يقول له مثلا انا هعمل كذا احنا حضرتك انت مثلا هتزرع كذا احنا هناخد منك ده يعني بوضو دعم الدولة للفلاح ده أساسي محتاجه الفلاح بشي ده يعني هنا برضو نوضح للمشاهد ان الدولة فعلا اشتغلت على الملف ده كويس وعملت كارت الفلاح ومن خلاله يقدر يصرف في الاسمدة وكمان الارشاد الزراعي لو حضرتك يعني توضح لنا انا لامس من كلام حضرتك ان في مثلا الارشاد الزراعي قليل يعني حضرتك توضح لنا النوطة دي هو الارشاد الزراعي المدريات يعني اه عايزين دعم طبعا شوية بمعنى المهندسين ينزلوا على الأود الواقع ويشوفوا الوضع بتاع المعاصيل ايه عشان كده يقدروا ان هما يدوا يعني نقدر نطلع منتج ننفس بيه ده اللي احنا عايزين وده الفلاح اللي هو عايزه عشان يقدر حتى ايه يستسمى مجهوده ويلاقي عائد من المجهود اللي هو استسمى طيب احنا بيلاقي دايما بنسأل لما بننزل الأسواق أسعار الخضر والفاكهة يوم فوق ويوم تحت من وجه النظر حضرتك ليه التقلب ده والتغير في الأسعار دايما كده طيب احنا بيجي فيه فصول بعض الفصول فيه طبعا نوع من أنواع الخضر ما بينزلحش في الفصول دي فبتبدأ ان مثلا طبعا طالما انت عندك مثلا حاجة زي الطماطم الطماطم مثلا احنا بنزلحها مثلا في فصل ما هي تمام طيب موجودة وبكسرة في الفصل ده هيبقى السعرها عاملة زي اكيد سعرها قليل عشان الانتاج كتير اه عشان الانتاج كتير طب الانتاج قليل هيبقى السعر اغلى تمام وفيه دور بقى هنا ان احنا نحاول ان احنا نكسف احنا انت عندك الصعب الزراعية ممكن من خلالها نكسف الزراعة فيها بحيث ان احنا يبقى عندنا على مدار السنة موجودة عندنا السلع اللي احنا محتاجينها او الخضرات اللي احنا محتاجينها ونحاول نحافظ على السعر بتاعها ويبقى السعر بتاعها كده سابت ده لو احنا عايزين نثبت سعر الخضرات اه يعني انت شايف ان الصعب الزراعية وانتجارها ممكن يعني يساعد اه طبعا ممكن يساعد جدا جدا في موضوع تثبيت الاسعاد طيب قطاع الزراعة في مصر يعني من وجه نظرك بمستوى عام كده على بواجه عام يعني ايه هم المشاكل يعني الموجودة في قطاع الزراعة اه ايه يعني كنت بتتكلم مع حضرتك قبل الهوى كلمتني في نقطة مهمة جدا نقطة البحوث الزراعية طبعا المشكلة اللي احنا مش قادرين لحد دلوقت ان احنا نحلها هي موضوع البحث العلمي البحث العلمي ازاي ان احنا نستنبط اشجار وبذور تناسب الاجواء المصرية مع زيادة في الانتاج تمام فاحنا المفروض الدولة تشجع البحث العلمي وتشجع البحثين الزراعيين انهم انا اقترح اقترح كمان ان هم يعملوا مسابقات في الموضوع ده ويشوفوا مثلا ايه البحوث اللي هي فعلا ليها صادة كويس في الموضوع ويبتدوا يدعموه تمام ده بالنسبة لي هيبقى حاجة كويسة او بالنسبة للدولة هتبقى حاجة كويسة طيب انا شفت مشروع فلاح كويس جدا في محافظة المنفقية وخاصة في قرية دين شوي الدولة بتدعمه يعني الراجل ده بيهتم بزراعات بالصوب بنشوف زيارات ميدانية ليه دايما من وقلاء الوزارة او المدرية ودعم ليه والمحاصيل وبتم تصوير المحاصيل وعمل شو لمعرفة الفلاح ده لو تعمم رأي حضرتك ده يحل المشكلة دي طبعا احنا محتاجين برضو دعم معنوي للفلاح على اساس انه هو يتنقل من مرحلة كان هو واخد فيها على زراعة تقليدية الى زراعة اخرى الى زراعة الحديثة اللي هو زي مثلا الرأي بالطنقية الرأي بالطنقية والسوى وده فرق مع الفلاح كتير احنا عجلنا حاجة كتير اترفع حاجات كتير اوي اترفع مرية طبعا ازمة الماء دي هتبقى مش موجودة هتلاقي حاجات كتير اوي بتتحل وبتبقى النسب النسب الهالك فيها ولاي الجد طب بالنسبة بقى انت عارف ان حضرتك معظم الفلاحين او المزارعين بيزرع علشان خاطر المحصول يجيب انتاج وبعدين يزدروا او يوردوا بيقابلهم بعض المشاكل من وجهة نظرك هل في حلول لبعض هذين مشاكل هو يعتبر المشكلة الاساسية مع الفلاح اللي هي المشكلة التسوئية ازاي انا اسوأ المنتج بتاعي ولكن يدر علي عائد ربح اقدر ان انا اتنيني مستمرة يعني انا مثلا احنا عندنا مثلا ايه اتجاه الدولة مثلا احنا عايزين نزلع مثلا حاجة زي مثلا قصب السكر كمان القصب ده طب احنا ليه احنا ما بندعمش ما بندعمش مثلا القصب بس بسلالات جديدة نقدر من خلالها ان احنا نطلع انتاج اعلى اه انت اقصد حضرتك ممكن نستورد سلالات في كل زرعات او زرعات معينة الزرعات اللي هي ايمة عليها الدولة في الصناعة اه زي القصب زي القصب زي زول الكتان زي والسلع الاساسية زي الرز زي الحاجات دي كلها دي لازم ان هي تندعم وتبقى الطريقة بتاعها طريقة حديثة طيب احنا زي ما عرفنا حضرتك بشركة البسملة صاحب شركة البسملة كلمنا عن الشركة وانتو بتقدموا ايه يعني او الشركة عندوكو ايه المنتج اللي عندوكو يعني احدى اسيس الشركة كان في 2016 اه الشركة متخصصة في اعمال اه التعودات الزعوية لاندسكيب طبعا جميع انواع لاندسكيب موجود عندنا اه سواء لاندسكيب او هاردسكيب اه طبعا وبالذات اللي هي الاشجار الاشجارات الخشبية والنباتات الزينة والجراندكافر ومغطيات الطربة و يعني كل ده موجود كل دي حاجات موجودة عندنا في الشركة والحمد لله احنا بناخد مواقع وبنتم تسليمها والحمد لله تبعنا طيق ليكم فروع بقى ولا شغالين في جبين بس لا انا عندي اصبح دلوقتي في فرع في جبين لكم والخبر ده اول مرة اقوله فرع في الامارات كمان لسه فتحينه جديد ده صابق لينا اه طبعا ده لسه لسه ان شاء الله احنا فتحينه جديد ان شاء الله اه وهيبقى ليه شغل كويس ان شاء الله يعني فيه اقبال على الشركة عنده كل المنتج بتاعه اه طبعا بالنسبة الاسعار بتتناسب مع الجميع اه الاسعار طبعا بتتناسب مع الجميع بالنسبة لان احنا مثلا ايه قصي لان اصعارنا بتدي الزينة كلهم بدفاوتة اه كل حاجة على حسب حجمها وسعر وشكلها وسعرها ده كله بيفرق يعني الحجم والشكل بيفرق في السعر نرجع بقى لمصانع الاسمدة ونقص الطاقة يعني من وجه النظر حضرتك ممكن نتغلب على المشكلة دي ازاي والله احنا ممكن نتغلب على مشكلة نقص الطاقة يعني ايه نشوف بدائل احنا يعني احنا عندنا عايزين نشوف اي بدائل مثلا زي المخلفات اللي هي الزراعية مثلا طبعا اه ممكن برضو الفحم ولكن الفحم برضو بيبقى فيه بعض المعوقات بتاعته بالنسبة للبيئة وكام ده يعني هي طبعا مشكلة كبيرة وعايزة بحس طيب الشباب بقى الخذجين من كليات الزراعة على مستوى الجمهورية اللي بيتفرجوا علينا ممكن تقدم لهم ايه نصيحة وهم مقبلين على مشروع مثلا او انتاج زرع معين او محصول معينة اه من وجه النظر صمم وخلي عندك تصميم واكتهد وحاول بكل الطوع تزلل العقبات اللي قدامك ومهما قابلك من العقبات ما تقفش اه يعني لو اي مشروع زراعي يكون عنده جرأة اولا طبعا وبالنسبة للرأس المال لازم يكون عنده رأس مال كبير بس كل واحد بيبدأ على قد امكانياته اه وكل شاب المفروض ان هو يبدأ على قد امكانياته اه وده بيبقى معاوج كبير او في الموضوع ده لان كل الشباب بيقولك ايه مفيش امكانيات طب وليه انت بتبدأش على قد امكانياتك ليه ما تبدأش بحاجة صغيرة تمام بمبلغ صغير وبعد كده تبتدي بمجهودك وعلمك ان انت تقدر ان انت توصل لمرحلة اكبر واكبر واكبر ليه ما تعملش كده طب يعني لو في دلوقات النوم بسمعنا والبشمون ديستامير بيتكلم طب انا هعمل مشروع عن نباتات الزينة هل ينفع ان انا ابدأ بمبلغ صغير ويكون مجدي معايا في فترة قليلة اه ينفع كدراسة جدوى ينفع انفعش ليه اه هي كل حاجة لها علم اه تمام انت عندك نباتات الزينة دي بدايتها ايه يا ام بزور يا ام عقال اه طب انت دلوقات انت ليه ما تنتجش البزور تجيب عدش تيجب البزور وتنتج تمام وتعقل وتشتغل زي ايه حاجة مثلا يعني زي ايه حضرت يعني احنا عندنا مثلا النبأ اللي هو النبأ ده ليه بزور تمام ليه بزور عندك جميع الاشجار الخشبية معظمها يتقصر بالبزور تمام بعد يعني اشياء قليلة ان هي بتتقصر بالايه بالعقال طب عندنا نبات مهم جدا بيلاقي عليه قبال وزرع بيلاقي عليه قبال سواء في الاراضي الطينية او الصحراوية اللي هو النخيل يعني ده مدى اللي قبال عليه ايه عندو عندوك في الشركة لا النخيل ده حاجة أساسية في تاويدات الشركة دي حاجة أساسية لأن النخيل دلوقتي معظم اللاندسكيب والمذافع بيحتاجوا دلوقتي الفترة الحالية اللي يعني انه هو طبعا انت عارف انه هو ايه ما بيستقليكش موه كتير وانتاجه بيبقى عالي وغير كده كمان مربح مجزي مجزي يعني دلوقتي طبعا هو بيشتهيه فسائل الفسائل دي ناتج ايه ناتج الأم موجودة طيب هيشوف انتاج الأم من البلح قد ايه وهل في عيوب واصية في النخلة او اللي مفيش كل ده اه ده كل لازم يعني انت عشان طب المزارع المبتدى حيعرف الكلام ده هزا بش من غير ارشادة منكو يعني من حضراتكم احنا على فكرة خلي بالك احنا لما بيجي حد يشتري مننا حاجة احنا بنقول له انت دلوقتي عايز تشتري نخيل عايز تشتري نخيل ايه مثلا نخيل زي نخيل البلح اه احنا بنقول له ايه تعال حضرتك الأمهات موجودة هيت والفصلة هو وتحضر يوم الفصل الفسيلة من النخلة تمام هو كده يضمن ان فيه مصدقية يضمن ان هو خد الحاجة اللي هو شافها يضمن اللي هو لما يزرع بعد ثلاث اربع سنين يلاقي عائد وانتاج يغطي كل السنين اللي فات بنسأل بقى حضرتك يعني اهم الاشجار عندك في الشركة اللي علاها يقبال من المستوردين يعني احنا عندنا في دول الخليج هم بياخدوا مننا بياخدوا اشجار اللبخ تمام وبياخدوا اشجار البونسيانة يعني دول المعظم التصديق اي ما عليهم بتنطلب جوه وبرا دي اه في المواقع هنا وبرا كمي اهم بقى المواقع اللي صدرتولة برطولة الزراعات دي جوه مصر ودينا شرم الشيخ ويعتبر الغداء طبعا غير بقى الناس اللي هم بياخدوا مننا في بعض المشاتل اه لقصر يعني تعتبر برضو لنا الناس هناك بياخدوا مننا انا عارف ان حضرتك من محافظة المنوفية ومحافظة المنوفية من المحافظات اللي هي بتعتمد على الزراعة وطبعا فيه محصول الزراع هذي الايام يعني كل سنة بيقابلهم موضوع دودة الحجد دي دودة بتكون في الزراع طبعا قل لنا رأيك فيه المجهود اللي بتقوم به الادارة الزراعية او مدرية الزراعة عندكو بمحافظة المنوفية والله احنا احنا يعني بنحاول بكل طرق ان احنا نوصل المعلومة السليمة ان احنا مثلا ايه هما يعني لهم دور والفلاح لدور دورهم ان هما يشهدوا الفلاح ويشوفوا يعني ايه يحضروا ليه المبيد اللي هو يقدر يقضي على الدودة دي وهو عليه اللي هو يرش وهو موجود الحمد لله متوفر فيه جماعيات الزراعية كلها الحمد لله بفضل الله تمام احنا لازم ان يعلنوا عنه وينواهوا عنه ولازم ان يعملوا دورات استفشدان للفلاح يعني بمعنى ايه انا دلوقتي معلش انا لما بعروس تلميز يطلع ويبقى تلميز نجيب بنعمل ايه بنعمل في ايه انا بقادي دفس طبع تمام بقادي اللي هو ياخد وعشان يتعلم تمام طب احنا ليه ما نعملش دورات للفلاحين في مستوى القرية مش مستوى المحافظة انت تقصد حضرك ندوات كبيرة ايوه ندوة 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 ما بيعملوا بس اعتقد مش كتير يعني لا تكسيف الندوات دي اه شيء اساسي دلوقتي لتنطقة الفلاح يعني مش اللي اعتماد على التلفزيون او الراديو لا 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 الندوات انت معلش انا هقول لك حاجة انت لما تجيب الفلاح كده وتقعدوا وتعرفوا مثلا ايه انا دلوقتي بقول لك ان في حاجة نزل الجديدة والحاجة الجديدة دي احنا هنعملها كذا وكذا وكذا مدى الاستجابة ليك قد ايه ومدى الاستجابة ان هو هيسمع وممكن ينسى طيب احنا قلنا نتابع بقى يعني احنا قلنا نتابع ونخلي العقبات اللي قدام الفلاح لا نشيلها طيب واحنا اكيد هنتابع معرضك يعني انا بشكرك مهندس تامر حمد رئيس مجلس ادارة شركة البسملة لتوردات الصراعية واللندسك ايب شكرا لحضرتك ودي كانت فقرتنا الاولى تابعونا بعد فاصل صغير فقرتنا التانية بقى ومناسبة العام الهجري الجديد بنقدم لكم فقرة فيها قارئ للقرآن الكريم ومنشد صوتهم جميلة تابعونا بعد فاصل صغير ونرجع لكم تاني ورجع لكم تاني بقى والفقرة التانية والاخيرة في حلقة النهاردة وتهنئة خاصة من أسرة قناة النهار وأسرة برنامج بيزنش شو للأمة الإسلامية والعربية والشعب المصري العظيم وتهنئة خاصة للشعب المصري بالعام الهجري الجديد وعشان كده هنقدم لكم النهاردة أصوات جميلة جدا معانا في الفقرة ديت القارئ أحمد الشيخ أحمد حسن أهلا بحضرتك أهلا وسهلا بحضرتك والمنشد الديني إبراهيم أحمد السيد أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك ربنا يخلي الشيخ أحمد ده عرفنا بحضرتك بسم الله الرحمن الرحيم الاسم أحمد حسن عبد السلام شريف من قرية كمشيش إحدى القرى التابعة لمركز تلا محافظة المنوفية محافظة المنوفية محافظة المنوفية أه طبعا معدوك الشيخ الطبلاوي والشيخ الطبلاوي الطبلاوي دع علامة عندنا طبعا صحيح كده أه طبعا طيب بدأت بقى قرأة القرآن إمتى والله بدأت قرأة القرآن من سن مبكر يعني تقدر تقول كده في المرحلة الابتدائية من التعليم بدأوا يعرفوا ويحسوا أن أنا عند موهبة في تلاوة القرآن وأنا في الوقت ده كنت حفظت الحمد لله وربنا أتم على نعمة الحفظ بدأت بقى أكرر وحفظ تاني وبدأت بقى نمي نفسي ونمي موهبتي لغاية الحمد لله يعني ما بدأت أطلع ليالي ووحي حفلة ببرة والحمد لله طيب هنرجع لك تاني أستاذ أحمد ده كلمنا إزاي بدأت مع الإنشادي دي حضرتك من وانا صغير كنت بسمع ابتهالات ومتح وكده فأنا حضرتك بحب المتح وكده فأنا بدأت متأخر كنت فيه منشدين معينين كنت بسمعهم وعجبوك وعشان كده أنت حبيت الموهبة دي الأستاذ محمد الكحلوي رحمة الله عليه والأستاذ مهر زين يعني صوته يعني كويس جدا فأنا حبيت الإنشاد من صغر يعني طيب فابتديت مبكر طيب فيه هل فيه طرق معينة بتطور بيها دايما في الإنشاد عند حضرتك؟ آه يعني بعض يعني الأهل والأصدقاء بمحببوني في الإنشاد يعني طيب كلما يعني كلما شوية أنشد يعني حضرتك دلوقتي بتطور هل بتدرس هل بتسمع كتير هل بتحضر حفلات بها إنشاد ديني هل بتسمع كتير المشدين العظماء؟ طبعا المشدين الكبار الأستاذ نصر الدين كبار والأستاذ سادي النقشبندي تماما والأستاذ محمد الكحلاو طيب شيخ أحمد بقى حضرتك مش خديق أزهر ومعاك لسانس هو صحيح كده؟ حصل على الماجستير طيب هل درست حضرتك تجويده القرآن الكريم؟ آه طبعا الحمد لله وعلمه؟ القرآن طبعا مش حاجة هينة أو حاجة حد مثلا يقدر يستهم بها فلازم تكون عارف طبعا مخارج الألفاظ والتجويد بالزبط دي لها علم معينة؟ آه طبعا قلم التجويد ده قصة الوحدة خالص بعيدة عن الحفظ أنت بتحفظه فيه بقى في البدايات فيه ناس بتبقى بتحفظ بتجويد وناس من فترة يعني من الكتاتيب بتاع الزمان كانت أحيانا بتحفظه وبعد كده ترجع بقى تجويد طب يعني أنا بسمع كلمة قرآن متعددة هل فيه حاجة اسمها تجويد بقرآن متعددة؟ لا هو فيه حاجة اسمها ده علم التجويد ده قسم منفصل ده علم الوحدة وعلم القراءات ده قسم الوحدة خالص قسم الوحدة آه طيب أنا تجويد ده طبيعي أنك لازم تكون وانت بتحفظ لازم تكون بتجود تجويد ده لازم تكون عارف يعني ايه غنان يعني ايه إخفاء يعني ايه إقلاب الحاجات دي لازم تكون لازم يكون كل قرق على علم بيها كويس ده يخلينا بقى نسألك عن الأخطاء الشائع في قراءة القرآن الكريم الأخطاء الشائع اللي بتحصل دلوقتي ما بين معظم الكراء اللي هو التنفس تنفس نفس تنفس ولا نفس لا التنفس في الآية يعني مثلا أن أنا مثلا أجي أخد آية بنفس طويل مثلا وأقدر وراح جاي في النص كده هل فكرت تنضم الفرقة الدينية متخصصة في الانشاة الديني؟ وحضرتك لو يعني فيه فرقة في الانشاة الديني؟ هل أنت جالك فكرة كده أن أنت تنضم ليهم؟ أتمنى ذلك بس يكون فرقة يعني أحسن فرقة في مصر شو معنى بقى؟ يعني تبدأ يعني ابدأ بمحافظة منفية؟ يعني معاك أن الطموح لازم يكون موجود يعني لو حد بيحب الانشاة فعز يطور من نفسه يعني طيب هل فيه برامج كبيرة لاكتشاف المواهب؟ هل بتتفرج عليها؟ هل يعني الفترة اللي جاية حابب أن أنت تقدم فيها؟ أتمنى ذلك يا سيد إبراهيم وبحب يعني من صغري بحب يعني المنشدين اللي هم الكبار طيب أنا أنت شوقتين أنا أسمع صوتك في الانشاة دي يعني سمعنا كده بحبك واريدك واتمنى بسيدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين حبيبي محمد ما في الزيوتنين حب وسكن قلبي يزيك كل اتنين بحبك واريدك واتمنى بسيدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين جمال ودلال متغطي بجلاله نفسعه ودباله واشوفهم لاتنين بحبك واريدك واتمنى بسيدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين يا أجمل يديك من رب البريك لكل الدنيا ديك يا جد الحسنين بحبك واريدك واتمنى بسيدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين روح شكرا أحمد بقى أكيد حضرتك بكثير على خطة قارق معين لفت انتباهك أو بتحبه أو بتسمعه كلمنا عن القراء سواء من القدامة أو جده والله هو القراء الكريم كلهم على رأسنا من فوق بداية من جيل القراء القدامة خالص لغاية الجيل المعاصر لغاية دلوقتي كنا بنحب من زمان من أول ما مصحيت وسمعت كراءة حبيت الشيخ الحصر جدا الشيخ البنة على فكرة عندنا من المنوفية برده شبرا النملة لا من شبرا النملة شبين شبرا باس شبرا باس شبرا باس تمام خليك معايا عشان احنا تمام لغاية بقى جيل الوسط اللي هو جيل الشيخ الطبلاوي وشيخ راغب مصطفى غلوش الرجل ده كان علامة بصراحة في القراءة مرورا بقى بالقراء اللي هم موجودين دلوقتي على الساحة حبيبي طبعا وتاجي راسي الشيخ محمود الخشت ده الأب الروحي بالنسبالي يعني ده يخلينا بقى نسأل عذاك ده بتقول النفس اه تمام عايزين نسمع حاجة بقى عشان نشوف مشكلة النفس دي يعني عايزين نسمع كده وجمهورنا جمهور بلدنامج بيزنس شوي تفرج معانا كده وتسعدنا يعني انا عارف ان السؤال الجميل هيعجبه من شاء الله قانين حاط اتفضل مولا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لئولي الألباب لآيات لئولي الألباب الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبَحَانًا سُبَحَانَكَ 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 فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ سُبَحَانَكَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ أحسنت الله شيخ يعني برنامجنا يعني في مداخلة بقى من المتابعين الشيخ خطاب شفيق من علماء الأزر الشريف أهلا بحضرتك يا فندم أهلا بحضرتك يا فندم وكل سنة وحضرتك طيبين بحضرتك يا فندم والناس الموجودة عند حضرتك كل سنة وحضرتك طيب والأمة الإسلامية والأمة العربية والشعب المصري العظيم بنسأل حضرتك رأي حضرتك في الفقرة نفسها إن إحنا كأسرة برنامج بيزن الشو على أقوى شاشات شاشة قناة النهار بنعمل فقرة النهار ده خاصة بيتهناء بالعام الهجر الجديد كل سنة وطيبين أولا وبهن الأمة الإسلامية وقناة النهار وبرنامج بتاع حضرتك وبرنامج المحترم المتميز وكل سنة وطيبين بيقرأت حضرتك الهجراء وكل عام وأنتم حضركم بخير طيب بفاضل فندم بنسأل حضرتك تقييمك لشيخ أحمد والأستاذ أحمد المنشط لا إنت إتنا متميزين جدا جدا في أصفات جميلة جميلة وحصة أنت أبهم حقيقي يعني عندك منشط بسطنة الفاضل أنشط بكلام جميل جميل قلنا بقى الشيخ أحمد صوته رايب مين من القراء من وجد نظر حضرتك من القراء آآ 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 هو 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 يعني هو بيحب الشيخ الخشت يعني بيقول لي انا بحبه. الحصري? الخشت والحصري. الخشت والحصري. وآآ صوته صوته جميل. آآ ومن فيه اصواد كتيرة جميلة جدا من الناس القدام والناس الجمال احنا بيسمحهم. بس بالنسبة للشابات وصالعين دولة بالنسبة لده. آآ 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 راحنا قلبا. آآ آآ بيتحس براحة هو بيقرأ جميل. الناس بينادي على بعدنا النهاردة رجل ده بيقرأ في في دينشواي بيقرأ في الشهداء بيقرأ هنا بيقرأ هنا بروح نسمع له حقيقي يعني. حبا في صوته مش في صوته هو رجل روحاني وشكله جميلة مثلا يعني. بشكر حضرتك آآ الشيخ آآ خطاب شفيق من علماء الاظر الشريف آآ شكرا لحضرتك. وآآ نرجع بقى لمنشدنا الاستاذ احمد. مين اكتر منشد آآ ديني بتحب نسمع له يعني. اكتر منشد ديني بحب اسمع له آآ اللي وصيص محمد الكحلاوة. اكتر حاجة انشودة ليه او لو انت تبعت له حاجة جميلة يعني. اكتر انشودة بحبها ليه عليك سلام الله. الله يعني نعرف نسمع حاجة منها كيف? جب استمع حاجة من él اكتر ان نازشور متصاد الله يرجع يا رسول الله عليك سلام الله يا رسول الله عليك سلام الله يا حبيب الله عليك سلام الله يا نور عرش الله الله يا عريد القاه يا خير خلق الله الله بعثك إله علام أنزل عليك كرآن يا بدرها اللوبان يا بشرى للإسلام يا بدرها اللوبان يا بشرى خلق وسلام قدت رسلت الله صلى عليك الله قدت رسلت الله صلى عليك الله عليك سلام الله يا رسول الله يا رسول الله أنت خلتنا بقى عايزين نسمع بعض الآيات يعني صوت الجميل والناس يعني محتاجين نسمع فضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا ما إليك روحا من أمرنا ما كنت تدريما الكتاب ولا الإيمان وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ أحسنت يا شخي أحمد طبعاً الوقت معاكو عد بسرعة جداً يعني أنا بشكرك القارئ الشيخ المعترم أحمد حسن بنوّرني بشكرك وبصراحة أسمعتنا آيات جميلة جداً شكراً لحضرتك شكراً لك يا سيد رحيم المنشد بقى الأستاذ أحمد إبراهيم أحمد إبراهيم أنا إبراهيم أحمد السيد أيها يعني عايز أقولك هل فيه أنشهودة خاصة بالعام الهجري الجديد؟ فيه بتاعت وحشنا يا رسول الله تمامش نسمع من حضرتك وحشنا يا رسول الله أسدنا شوقنا زدو الله مهما طوي للغياب محمد مشتائله والله محمد قلبي عليه صلى الله طال سؤالي قولي إزاي كده عش أعينا حد مو الشايفة لو حقيقي هو غالي عليك اردي في الجنة بمعا وحشنا يا رسول الله أسدنا شوقنا زدو الله مهما طوي للغياب محمد مشتائله والله محمد قلبي عليه صلى الله مهما ما شاء الله روعة يعني أحسنت والله ويعني أكيد لنا القارة تانية مع حضرتك شكرا يا سيد بشكرك المنشد الدين المحترم إبراهيم أحمد السيد شكرا يا سيد سألك حياتك محافظة إيه؟ محافظة الغربية مدينة طنطة طيب كل تحية لأهلنا وجمهورنا من محافظة الغربية شكرا يا سيد رسالتك أخيرا من كده يعني رسالة للشباب اللي بيحب قراءة القرآن الكريم سريعا يا شكرا والله رسالتي لأي حد من أولياء الأمور خاصة يعني ربي ابنك على حفظ القرآن ويتابعوا دايما الكرآن دايما حافظ صاحبه ودايما رفعه لفوق ومخليه في أعلى مستوى ومدام حافظوا الكرآن ربنا دايما هيحفظه شكرا يا شكرا يا شكرا شكرا يا سيد إبراهيم شكرا يا سيد إبراهيم وأنا في نهاية برنامجنا بقى بشكر يعني كل المتابعين اللي تابعونا وإن شاء الله نوعد حضراتكو الحلقة اللي جاية ضيوف جديدة ومحتوى جديد يهم الصناعة المصرية ويهم كل أفراد الأسرة المصرية بكون مستمتع جدا وأنا معاكم على هواء على أقوى الشاشات شاشة كنات النهار وحابب أشكر كل من خلف الكاميرات بيفزلوا مجهود كبير عشان يطلع الصورة حلوة لكم بشكركم على المتابعة شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله شكرا لكم اشتركوا في القناة